في مبارات منتخب مصر والجزائر زي ما انتو شايفين كده كان عندنا مشكلة في الجبهة اليمين بتاعتنا من اول ما ابتدنا المطش زي ما انت شايف ولا النني ولا زيزو بيعملوا التخطيئة الدفاعية المطلوبة وطبعا بيسيبه محمد هاني هو اللي يسيب المنظومة الدفاعية ويروح يقابل فبتلاقي 3 على 3 في الدفاع وهو ده اللي بيحتاجه منتخب الجزائر فعشان كده كان عندنا مشكلة كبيرة جدا محمد هاني هيخرج يقابل هيبقى فيه 3 على 3 الهجم هتبقى خاطر زي ما انتو شايف طبعا كان عندنا مشاكل كتير في الجبهة دي وسببت لنا صدوع في اول 10 دقاية موضوع ده اتكرر اكتر من مرة وكان منتخب الجزائر واخد راحته خالص في ظل ان احنا كنا بنلعب وانا مش نقصين واحد ولا حاجة والدنيا كانت زي ما انتو شايف لو اي حد استغل الكورد دي كان هيبقى فيها مشكلة كبيرة للمنتخب المصري انه كان ممكن يلبس جون في اول 10 دقاية طب منتخب الجزائر كان بيشتغل ازاي على الدفاع بتاع منتخب مصر زي ما انتو شايف كده ركز في الكورة دي ده علي جبر ودول التلاتة اللي واقفين وراهم تلاتة مع تلاتة الراجل هنا هيحاول يسحب علي جبر قدام لكن علي جبر مطلقش مع المرة هو كان كل مهمته ان يسحب علي جبر زي الكورة دي وضهر علي جبر يبقى فاضي او فيه مساحة في ظهر علي جبر ممكن اي حد يشتغل فيها هي دي الصغرة اللي كان بيلعب عليها منتخب الجزائر من الجابهة اليمنى بتاعتنا وزي ما انتو شايف الراجل دخل انفراد هما كانوا دايما بيحاول يعملوا خلخلة في الدفاع بان حد يسحب اي مدافع والتاني يخش في المساحة اللي في ظهره او يستغلوا السرعات المهم ان يبقى فيه تلاتة على تلاتة غير كده كمان كانوا محاصريننا بالضغط العنيف اللي هما كانوا بيقوموا به زي ما انتو شايف تلات لعيبة بيضغطوا في المشهد اللي قدامك دوت منتخب مصر كان محروم من انه يحضر كورة في اول عشر دقايق اذا منتخب الجزائر مسيطر سيطرة كاملة في اول عشر دقايق زي ما انتو شايف طلوع بالكورة احنا ما بنعرفش نطلع بالكورة والهجمات بتاعته شاكي جال كويس جدا من الناحية اليمين بتاعتنا من ناحية محمد هاني والدنيا زي الفوليبوس زي ما انتو شايف كده ركز على الاتنين الدفندرات بتاعنا مراقبين رقابة تامة وفي اتنين كمان بيضغطوا قدام فانت ما عندكش اي فرصة لتلعب الكورة فكان اخير اننا بنلعب الكورة الطويلة الغير دقيقة طبعا وكانت بتروح طبعا منتخب مصر في الفترة دي كان بيعاني حرفيا كان بيعاني من كل كورة ولا عارفين نطلع بكورة ولا عارفين نغط الصغراء الدفاعية اللي موجودة ناحية اليمين طب ايه الحل عم كريم وما الدنيا تمشي ازاي هقولك دلوقتي المدرب بتصرف ازاي في الموضوع ده زي ما انت شايف كل الكورة بتطقطع او بتروح لمنتخب الجزائر واحنا مش عارفين نطلع بوالا كورة في ظل الضغط انت فجأة جدا بتلاقي ان اكتر من 8 لعيبة من منتخب الجزائر بيتغطوا عليك يعني زي ما انت شايف بص بص فيك كام لعيب من منتخب الجزائر في خط الوسط بتاع منتخب مصر مفيش اي حد مش مراقب كل مراقب كل اللي بيستلم كورة بيلاقي عليه واحد او اتنين كمان طبعا مش عايز افكرك انك تعمل لايك وتعمل مشاركة الحلقة لاني تقبت في تصويرها من داخل اللي استاد اللقاطاتي حصرية عندي انا بس طبعا هنا منتخب الجزائر شايف اللي هو بيعمله عادي مفيش اي مشاكل خالص هنا طبعا زيزو لما وقع وركزوا لان دي هكون نقطة التحول في المباراة الكورة اللي زيزو تصف فيها او وقع على الارض زي ما انت شايف كده هاي دي هكون نقطة التحول المباراة والرجل المدير الفني الزكي العبكاري بتاعنا هيبدأ يستغل الوقت ده وينده لمين بقى طبعا اللي امتبعني على قناة عارفه وهينده لمين كورة طبعا او متالعة ببرا الراجل بدأ ينده لمحمد النني اللي يعني يعتبر اكتر العيف في منتخب مصر عنده وعي تكتيكي وبيقدر يعني بيفهم شوية لانه وبيلعب في قرصنا لو اخد دورات تدريبية كويسة جدا في الفترة اللي كان مصاف فيها الراجل طبعا بدأ يغير الخطة تماما عشان يبدأ يسد استغراض دفاعية ويبدأ يخلي حد من الناس المهاجمين اللي قدام ينزل يستلم عشان احنا مش عارفين نلعب كورة الديفندورات بتاعنا مراخبين اللي الجابها اليمين بتاعت محمد هاني اللي اول واحد بياخد فيها التعليمات هو عشان يقدر يزبط الدنيا شوية هو وعلي جبر محمد النني كان بيقول التعليمات اللي خدها من الراجل عشان نبدأ نشتغل وتكون هي دي نقطة التحول في المباراة حبيب اشكر محمد النني اللي كان عامل مجهود خرافي في توجيه اللعيبة في كل وقت قبل الطرد وبعد الطرد هو بالنسبة لي هو كابتن الفريق حرفيا انا كنت قاعد شايف الراجل ده كده كنت مركز معاه هو بس الواحد وانا قاد في الاستاد الراجل ده كان بيعمل كل شيء في الكورة والراجل ده هو اللي كان مسؤول عن رابط الخطوط ببعضها كلها سواء في التحركات او كل حاجة تعال نشوف بقى بعد ما الراجل ادى تعليمات للفرق النني وزيزو بقوا بيميلوا على طول ناحية اليمين عشان يسدوا الصغرة ويشيلوا شوية عن محمد هاني وهو ده بالفعل لمنتخب الجزائر زي ما انت شايف لف ورجع تاني ما كانش عارف يختارك من الناحية دي كويس جدا بدأ يحرك اللعب يمين وشمال واحنا بدأنا نضغط بعنف اكتر عشان ما ندي لهمش فرصة يعملوا اللي كانوا بيعملوه وبالفعل منتخب مصر نجح انه يسد الصغرة الدفاعية من ناحية محمد هاني زي ما انت شايف الكرة هتتلعب مش هتروح خلاص هي اتقفلت الراجل خد باله اللي بيحصل وبقى انه نبني هجمات كمان فالرجل هنا واقف صاحي على الخط بدأ يدي تعليمات بدأ يغار التاكتك بوس تاني بيحاوله تاني كلام ده كله كان شغال على مدار المباراة خلاص اتقفلت يا باشا ومنتخب مصر زي ما انت شايف في الصورة بيلعب باربعة تلاتة تلاتة ميلة ناحية اليمين شوية بغد النظر على ان الكرة اصلا كانت في الناحية الشمال اللاعبة ترحل ولكنها ترحل ببطء لان عارفين ان الجزاير كان بتحط الكرة ناحية رياض محرس كأنهم هتشتغلوا من عند رياض وبعدين بيقلبوا الكرة الناحية التانية علشان يبدأوا يشتغلوا على الجبهة اليمين بتاعتنا زي ما انت شايف والا انا بقولوا حصل فعلا الكرة ترحلت على طول ناحية اليمين ولكن محمد هاني كان واقف صاحي وبالفعل الكرة تأفرت لان محمد النني وزيزو بدأوا يزيدوا الناحية التانية هنا طبعا ما لقوا حل فبدأوا يلعبوا على جبهة اليمين بتاعتهم اللي هي الشمال بتاعتنا طبعا قطعناها ومش بس اكتفينا باننا نقطع الكورة احنا رحنا وعملنا هاجم خطر جدا كانت بخيادة الكبير طبعا واللعب اللي بيبزي المجهود كبير جدا كل مباراة وهو تريزي جي اللي مش واخد حقه بالنسبة لي يعني في منطقة مصر الرجل ده مش واخد حقه خالص فانت بقى ايه بتقطع منهم الكور صديت الصغرة الدفاعية بتاعتك اشتغلت كمان على الجون وكورة زي دية تريزي جي كان هيقدر يحرزها جون كان هيبقى جون حلو قوي طب بالنسبة للطلاب الكورة اللي هما كانوا حرمنا منه تتصرف فيه ازاي تعال وريك انا تتصرف فيه ازاي هنا بصوا مين نازل يستلم لا ده محمد صلاح ده نازل وجارر واحد فقفاه عشان يفضي مساحة لزيزو زيزو هو اللي نازل يستلم الكورة هنا هنا بقى منتخب مصر هيجنن منتخب الجزائر حرفيا هنا زيزو نازل يستلم الكورة مرة طب تعالى نشوف مين نازل يستلم تاني صلاح نازل يستلم مرة كده زيزو نازل يستلم مرة صلاح نازل يستلم مرة اذا ما فيش نمط معين منتخب مصري بيتبعه عشان يقدر يخرج بالكورة وهو ده اللي كان عامل ازعاج لمنتخب الجزائر هم مش فاهمين اللي بيحصل زيزو هنا بينزل يستلم هو مين اللي مسؤول يا جدعاني اللي بيطلع الناس بالكورة زيزو ولا صلاح ولا مين منتخب الجزائر ما كانش قادر يحدد لا ده مش كده وبس تم الصلاح وزيزو هم اللي كانوا عاملين مشكلة زي ما انت شايف بص صلاح بينزل يستلم زيزو بينزل يستلم كل واحد بيطلع بهاجمة تقريبا وعشان اجننك اكتر لا ده انا هخلي تريزيجيه كمان يسيب مكانه وينزل يستلم في خط الوسط في ظل انك بترقب لزيزو وصلاح لا يا باشا هنزلك تريزيجيه يستلم ويطلع الناس بالكورة ومكانه هيبقى فاضي وهيسحب الراجل اللي في ظهره دايما اللي بيرقبه عشان يفضي مساحة لمحمد حمدي الباك الشمال بتاعنا اللي يقدر يروح هناك ويستلم زي ما هو عايز وبكل ارياحية الراجل بيستلم زي ما انتوا شايفين في الصورة وتريزيجيه بكل زكاء بيفوت الكورة لمحمد صلاح ولكن ما فيهاش توفيقه بتغبط في العرضة انه ينتقم معرفش يعني يعني مش فاهم محمد هاني كان اكيد ما شافش اللاعب يعني هو بيلف غصب عنه ولكن الموضوع كان شكله متحك او بصراحة محمد هاني يعني كانت تستاهل يعني طرد ومحضر كمان في الاسم يعني اللي كان متهور جدا طبعا بعد الطرد طلع عزيزو لانه كان بيلعب بقى كمين في الوقت دوت ونزل عمر كمال عبد الواحد وشكل منتخب مصري بأربعة اثنين ثلاثة بقى فيه اثنين في خط الوسط النيني وحمد فاتح اللي كانوا شغالين خط الوسط من كل حاجة الرجال كان بتعمل كل حاجة حرفيا صحة تتعمل في الملعب النيني بتوجيهاته وتحركاته الذكية والتعليمات اللي بيقدر يربط بها الخطوط ببعضها ويقرب اللعيبة من بعض لان المنتخب الجزائر كان عنده ناس بتشتغل فردي كويس جدا فهو كان دايما بيربط اللعيبة بعضها كرة دي مش عارفة يعني محمد صلاح اي لمسة هتدخل تريزيجين فراد اي لمسة ما عرفش برضو صلاح ما كانش في الحالة او بسبب الضغط الجامهيري اللي عليه ايا كان منتخب مصر كان ملتزم تكتيكيا جدا عجبني الشغل التكتيكي اللي قام بيه منتخب مصر الاتنين دول كانوا بيعملوا كل حاجة في الكورة كل حاجة في الكورة واحد فيهم جاب جون والتاني بيقوم بص بص النيني وتحركاته بص حمدي فاتحه وسروهاته بجد الاتنين دول هم كانوا الاساس لمنتخب مصر وانني لما بيكون فيها جدعان اقسم بالله مدرب جوال ملعب ان اكتر اللقطات اللي استفزتني حرفيا كرة زي دي حمد صلاح قدامه عمر كمال عبد الواحد ممكن يلعب له ملعبلوش محمد صلاح بعدها قدامه انني ممكن يلعبلو ملعبلوش برضو ومصمم انه يحتفظ بالكورة ومجيش تقولي اصل محمد صلاح محمد صلاح جامد وكل حاجة لكن في المطش ده انت تفرج وحكم على الصورة ايه ده يعني ايه اللي محمد صلاح بيقدمه ده مش عارف مجيش يعني انا مش بقولي ان محمد صلاح تاريخه كل واش لا انا بقولك المطش ده بس محمد صلاح ما كانش فاي خالص وده بسبب انه بينزر كتير استلم في خط الوسط ومش متعود على كده راجل عايز مساح يجري فيها طبعا محمد انني كان مستمر في توجيهاته للعيبة كان مستمر في انه دايما بيبلغ اللعيبة تكون قريبة من بعضه عشان ما يدوش مساحات للعيب الجزائر انه هم يشتغلوا فردي لانه هم عندهم لعيبة كتير مهارية محمد انني كان بالنسبالي هو اساس وعمود اساسي للمنتخب المصري راجل بيوجه كل الناس هنا كان بيلوم على مصطفى فتح لانه عايزوا ينزل يزيد شوية في خط الوسط معهم ويقفل على الراجل رقم ستة اللي في الصورة اللي قدامك دوت عشان خاطر هو ده اللي كان بيحرك منتخب الجزائر هو ده اللي كان بيطلعهم الكورة انني كان عامل مجهود يعني يقول زي ما انت عايز تقول فيه انني بصراحة مش واخد حقه في الاعلام وانني ساقات في موتشوب بيكون فيها مش كويس لكنه على مستوى التوجيه وعلى مستوى الوعي تكتيجة جوا الملعب وعلى مستوى التحركات وربط الخطوب ببعدها هو من افضل لعيبة منتخب مصر ده طبعا الهدف الاول لمنتخب مصر عن طريق الهاي الحمد فاتحي اللي عمل كل حاجة في الكورة حرفيا وربنا كفقوا بهدف زي دوت كانت فرحة حلوة قوي وانت في الاستاد يعني بصراحة أنا كنت فرحان جدا كان هدف مميز جدا وجه في وقت احنا كنا محتاجين الهدف ده فيه طبعا فرحة اللعيبة وانت مطروب من عندك واحد وبتكسب منتخب الجزائر كانت فرحة ما تتعوضش برضو حابب فقرك ما تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة وتشير الحلقة دي لاني تعبتي فيها جدا 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 هنا الجمهور المصري كان مبسوط وكله كان مبسوط وشايفين ومتطمنين على اداء منتخب مصر طبعا الجون اللي جي فينا في الاخر ده انت زي ما انت شايف خمسة على خمسة في منطقة الجزاء اش انه ما قدرش يتصدلها اولا انه كان عامل مطش كبير جدا في النهاية منتخب مصر واقف على رجليه وانا بصراحة طمنت على منتخب مصر وبإذن الله الجاي افضل وما تنسوش تقولولي رأيكو في الكومنتات وكان معاكم كريم عنطر واستنوني بإذن الله في الحلقات الجاية سلام عليكم